يعني نقدر نقول أن النهاردة هو عيد ميلاد السد العالي النهاردة مش الأسوانيين بس اللي بيحتفلوا بذكرى الانتهاء من هذا المشروع العظيم اللي بعتبر أهم مشروعه عن دس في القرن العشرين لا أو ما بيحتفلوا به أيضا علشان ده بيتزامن مع احتفالات محافظته محافظة أسوان أصبحت أيضا تحتفل في 15 يناير من كل سنة بعدها القومي تزامنا مع افتتاح السد اللي تحصل سنة 1971 صحيح يا مصطفى علموم خلينا نرحب بضفنا على الهاتف مهندس أشرف المحمد يحجازي رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان معانا عبر الهاتف صباح الخير بنرحب بحضرتك صباح الخير يا فندم كل سنة من الطيبين وصباح الخير على السادة المشاهدين في مصر كل حد الحقيقة دائما بنتكلم عن الدور الهام للسد العالي في مصر لكن إزاي الدور ده تنامى على مر السنوات وقدر يحمي مصر من مخاطر كتير السادة العالي ده ركيز التنمية والعطاء لمصرين الحبيبة السادة العالي دوره حاوي دوره أساسي بالنسبة لكل الزراعات في مصر بالنسبة للجفاق بالنسبة للفيضانات العالية السادة العالي حاجة عظيمة اتنفذت وملحمة كبيرة اتنفذت في وقت صعب جدا وقدر الشعب المصري وبنات السادة العالي يروضوا الطبيعة الصخرية الموجودة في المكان اللي تنشأ فيه ويحولوا نهر النيل من المجرى العادي إلى أن يماشي عبر تربنات الكهرباء لا السادة العالي ركيزة هامة وحيوية وفخر لكل المصريين ودليل على قدرة الشعب المصري على البناء والعظام صحيح يا فندم يعني احنا عارفين أن ليه دور أيضا مهم جدا الأرض الزراعية إما كانت بتصاب بالبوار من قلة المياه أو بتصاب بغرق المياه بسبب الفيضانات إزاي ساهم السادة العالي في حماية مصر من الفيضان ساعدتك فندم هو كان الفيضان بيجي مرة واحدة في السنة بيغرق ويعمل غرق وكناش بنقدر نزرع محاصيل شتوية فقط بتلاعتمد على مياه الفيضان فقط إنما بعد إنشاء السادة العالي والتحكم في مياهه أصبحنا جزئين مهمين حمينا البلاد من الفيضانات والغرق اللي كان بيحدث قدرنا ننوع في المحاصيل الزراعية ونزرع على مدار العام كله والأرض الزراعية نستفيد ياسم الإسفادة منها طول العام طبعا ما فيش كلام وكناش نقدر نخزن كمية المياه الموجودة ديت ونقدر نشتغل بها طول العام الحمد لله رب العالمين بعد إنشاء السادة العالي أمور طبعا في مجالات كتيرة مش على قد كمان الزراعة وفقط على قد السياحة على قد الحالات المليلية على قد كل الصناعة والزراعة كل الأعمال اللي جات على السادة العالي كانت نتيجة لبناء السادة العالي دور الدولة في عمليات التطوير والصيانة المستمرة للسادة العالي على مدار سنوات إيه أهم اللي بيتم لصيانة السادة والحفاظ على أداءه؟ نريد أن نتكلم على أن وزارة الموارد المياه والرأي فريصة كل الحرص على أن هي يستمر السادة العالي في أداء دوره الفعال والهام وأنه يدب بجودة عالية يدب باستخدام التقنات الحديثة كلها والدولة كلها لا تقلق جهدا في أن يتدبر كل الاحتمالات اللازمة للنهاردة السادة العالي يعني لا ما فيش أي حد في الدولة كل الخيادة السياسية بتوجه الدعم الكامل لحياة السادة العالي والأي أعمال بيتم داخل السادة العالي فنطمن كل السادة المشاهدين وحضراتكم أن جميل الأعمال بيتم السادة العالي بيتم على أعلى جودة وأعلى تقنية حديثة طيب يعني إحنا عارفين أن السادة العالي بيسهم بشكل كبير في دعم الشبكة القومية للكهرباء الطاقة الكهرومائية كانت يمكن في سبعينات القرن الماضي من أهم الحاجات ربما لقد دخلت حاجات تانية بدأ إزاي السادة في دعم الشبكة بتاعت الكهرباء والآن نصيبه قد إيه وفن والسادة العالي بالنسبة للكهرباء وطبعا لما سادة السادة العالي كان لابد الماء تتحول النهر النيل تتحول في منتصف مايو 64 وتحولت الماء داخل توربينات السادة العالي إنما السادة العالي ككهرباء اشتغل في 76 بأن الماء كلها عدت على التوربينات وبدأت ولد كهرباء النهاردة الحمد لله 15 ألف ميجا بيتم استخدامهم من توليد كهرباء من السادة العالي بيمثل في 7% و 10% من الطاقة القهرباء المنصرية النظيفة اللي بتعتمدش على أي حاجة على مواد مترولية أو خلافه يعني تقريبا السادة العالي بيساهم مساهمة كبيرة جدا في الفترة ديت حاليا وإحنا في الوقت الحالي بيشتغل بكامل طاقته لتوفير الطاقة القهرباء اللازمة للبلغة بنشكرك يا فندم المهندس أشرف المحمدي حجازي رئيس الهيئة العامة للسادة العالي وخزانة أسان شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك